موسيقى السلام الله عليكم ورحمته وبركاته نشرة الأخبار من السوديوهات سهيل والبداية بأبرز العناوين موسيقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليم يؤكد أن نصر السادس من أكتوبر مثل محطة خالدة استعادت فيها الأمة العربية كرامتها مسيرة حاشدة في تعز تشيد بالصمود الأسطورية لأبطال غزة طيلة عام كامل من النظام موسيقى عرض عسكري في الجوف احتفاءا بعيدي السادس والعشرين من سفتمبر والرادع عشر من أكتوبر الجالية واتحاد الطلب اليمنيين في ماليزيا يختتمان فعاليات الاحتفاء بأعياد الثورة اليمنية موسيقى موسيقى وزير الدفاع يبحث مع أمين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب تعزيز التعاون المشترك مشروع مسام ينتزع ألفا وخمسمائة وتسعة وسبعين لغما ثوثيا خلال أسبوع في عدة محافظات موسيقى تفاصيل الأنباء يتروها علي عزي بسم الله الرحمن الرحيم قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي إن ذكر العبور والتحرير في السادس من أكتوبر مثل محطة عظيمة استعادت فيها الأمة العربية كرمتها وتوجه العليمي في منشور على منصة إيكس بالتهنئة للأشقاء في جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا وجيشا عظيما بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر العظيم ذكرى العبور والتحرير الخالدة كما توجه بالتهنئة لكل الأمة العربية التي استعادت كرامتها بتضحيات الجيشين المصري والسوري ووحدة الموقف العربي وأكد العليمي أن هذه المناسبة فرصة لاستذكار دور مصر المحورية التاريخي في اليمن حين انتصرت لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة عام 62 ووقوفها الدائم مع اليمن وشعبه في كل المراحل والظروف تأتي الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة على العدو الصهيوني لتمنح الأمة العربية رايات عالية الجبين فخرا بدور مصر البطولية الباسل في العبور العظيم على أشلاء أسطورة بارليف الإسرائيلية انتصارا لكلامة الأرض المحتلة وإرادة الشعوب العربية الملتفة حول القضية الفلسطينية لم يكن السادس من أكتوبر في عام 1973 يوما عاديا ولا عابرا في تاريخ الأمة العربية لأسيما على جبهة الصراع العربي الإسرائيلي التي تمثل القضية الفلسطينية محور ارتكازه السياسي والعسكري وهذا العام تتزامن الذكرى الحادية والخمسون لملحمة العبور العظيم مع الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى ومرور عام دموي على غزة التي ما زالت في رحى حرب إبادة جماعية جوز فيها جيش الاحتلال مدى التوحش النازي وتعيد ذكرى حرب أكتوبر العظيم إلى القرار العربي تذكيرا بجبروت قدرته عند توحد إرادته وأن مصر لم تترجل بعد صهوة الدفاع عن القضية الفلسطينية ومحورية دورها التاريخية في مؤازرة الدول العربية ومنذ قمة القاهرة للسلام عام 2023 مع بدايات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة تصدرت مصر جبهة إدارة المفاوضات وبحثت تطورات القضية الفلسطينية مع مختلف القادة والأطراف المعنية وأفشلت مصر مشروع التهجير الخارجي لشعب غزة إلى سيناء التي استعادها الجيش المصري المقوار في حرب 6 أكتوبر الظافرة ذلك اليوم وما أمجده لقن أبطال الكنانة لاحتلال الإسرائيلي درسا لا ينسى في أن خط بارليف أكذوبة هشة والجيش الذي لا يقهر في الأسطورة يقهر في 6 ساعات فقط من زمن الواقع وفي الذاكرة اليمنية كثير وكثير من مواقف مصر الخالدة في دعم الثورتين الجمهوريتين سبتمبر وأكتوبر حيث انسكبت دماء أبطال الكنانة في شرايين التراب اليمنية إبان ستينيات التحرير ولتزال المحروسة إلى اليوم في صف الشرعية اليمنية شهدت مدينة تعز عصر اليوم الاثنين مسيرة جماهيرية حاشدة تزامنا مع الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى الذي انطلقت في السابع من أكتوبر من العام الماضي وثمن المشاركون في المسيرة الصمودة الأسطورية لأبطال المقاومة والشعب الفلسطيني في وجه آلة الموت الصهيونية طلقوا طلقوا نارب نار ومن مارب أرب الأحرار واشهد اشهد يا الله من مارب أرب الأحرار من مارب أرب الأحرار ومن مارب أرب الأحرار من مارب أرب الأحرار ألف تحية للسدوار من سبع إلى فلسطين جزيونية التميادين طاها الله يا خزة قوة وثمات وإزة تكون مصرح ذكرى طوفان الأقصى وذكرى طوفان الأقصى لمسان سابسان لغض الأقصى لنا هون من يفوين عداء الله فالصهد ما إله إلا الله لا يفوين عداء الله والقصان جند الله فالصد قد يفوين عداء الله لا يفوين عداء الله لا يفوين عداء الله لا يفوين عداء الله إلى تعز حيث شهدت مدينة تعز عصر اليوم الاثنين مسيرة جماهيرية حاشدة تزامنا مع الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى الذي انطلقت في السابع من أكتوبر من العام الماضي وثمن المشاركون في المسيرة الصمود الأسطورية لأبطال المقاومة والشعب الفلسطيني في وجه آلة الموت الصهيونية كل شعوب العالم متضامنة مع الفلسطينيين كونهم أصحاب قضية عادلة وآخر شعب بالعالم يعيش تحت الاحتلال والحصار والعنف والملاحقة ومنهم أبناء تعز الذين أحيوا ذكرى السابع من أكتوبر بمسيرة حاشدة هتفت للذكرى الأولى وللمقاومة والصمود موسيقى عام كامل مر على السابع من أكتوبر كتاريخ يمثل محطة حية ومنهمة في مسار الصراع الفلسطيني الصهيوني فقد عادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث وسلطت الأضواء على معاناة شعب تجرع الويلات من الاحتلال وتعززت شرعية القضية على المستوى العربي والعالمي وتصححت الكثير من المفاهيم والمغالطات التي كان يسوقها الصهيونة كما أثبتت السابع من أكتوبر أن الشعب الفلسطيني لا زال حيا ويحمل قضيته حتى يحصل على حقوقه العادلة إن الشعب الفلسطيني المقاهد ممثلا بمقاومته البازلة وصموده الأسطوري الرائع لا يدافع عن فلسطيني وحدها ولا عن الشعب الفلسطيني فحسب ولكنه اليوم يدافع من عقل الأمة العربية والإسلامية ويدافع عن حقوق الإنسان والإنسانية التي تباد هي الأخرى من قبل الصهيونية العالمية التي نشأت على إدمان القتل والدمار وامتصاص الدماء المتضامنون لم يوقفهم المطر الغزير معتبرين أنهم في نصرة يجب أن تكتمل وتصل رسائلهم وينزالوني عنك يا فلسطين فأقول لهم جمالها كجمال يوسف وأعداء كإخوة يوسف وشعب يحزن على عذابها كابا يوسف وأسأل الله العلي العظيم أن يرنصرهم ويثبتهم وما ندعو لهم إلا كما كان يدعو رسول الله آواكم الله ثبتكم الله نصركم الله بنصره سيكتب التاريخ أن 7 أكتوبر تاريخ عظيم أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة وإنقض شعوب العالم بزخم لم يسبق له مثيل مع قضية عادلة وإنسانية كادت أن تنسى وتقبر وينتهي شعبها لو لا 7 أكتوبر محمد يوسف لقناة سهيد تعز نظم الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن والنقابات المهنية في تعز وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة تعز للتضامن مع عمال وموظفي قطاع غزة وندد المشاركون في الوقفة بالجرائم التي طالت نحو 500 ألف موظف حكومي وتوقف أعمالهم منذ عام كامل جراء استمرار العدوان الصهيوني على القطاع الاتحاد العام لعمال الجمهورية والنقابة المهنية تعلن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق والشعب اللبناني وتضامنا بما يجري لهم من الإبادة الجماعية من قبل الصلف الصهيوني إذا أيضا نظمت جامعة تعز حفلا كرنفاليا لاستقبال الطلبة المستجدين للعام وكذلك تضامنا مع طلاب قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني وفي الحفل الذي تزامن مع صمود الشعب الفلسطيني للعام الثاني على التوالي تم عرض عدد من الفقرات الفنية الداعمة للقضية الفلسطينية نحن في جامعة تعز نستقبل طلابنا الجديد العام لكذلك هذا اليوم في هذا الحدث المميز توافق مع 7 أكتوبر فكانت جامعة تعز تحيي هذه المناسبة استقبال الطلاب وتشيد بموقف أخواننا ومناضينا في مدينة غزة وتحت هذا المسمى 7 أكتوبر كانت جامعة تعز تحظى مع جمعية الأقصى في هذه المناسبة ونحفز أبنان الطلاب المتحقي في جامعة تعز على همية الحدث هذا ودورها في رفع الهمام وموازلة أبنانا وأخواننا في غزة وعليها ستكون جامعة تعز هي الصدارة بدعم أخواننا في غزة الشباب نظمت صباح اليوم في مارب وقفة احتجاجية لأطفال المدينة تضامنا مع أطفال غزة وتنديدا بمجازر العدوان الصهيوني بحقهم والمستمرة بحقهم على مدى عام كامل وأكد أطفال مارب أنه آن الأوان لأطفال غزة أن ينالوا حقهم من العيش في أمان ومن حقهم الحصول على كافة حقوقهم المكفولة في المواثيق والمعاهدات الدولية وخلال الوقفة رفع المحتجون صورا للضحايا من الأطفال في غزة نحن أطفال اليمن نقف اليوم هذه الوقفة تضامنا مع أصدقائنا وإخواننا أطفال غزة فيما يعانونه من ويلات الحرب المسعورة التي حرمتهم من كل شيء جميل وسلبتهم ابتسامتهم وحرمتهم من التمتع بأدنى حقوقهم التعليمية والصحية والإنسانية بل وحقهم في الحياة التي أصبحت مهددة جراء الصلف اليهودي واعتدائه البربري على الطفولة والإنسانية والحقوق التي يتمتع بها أطفال العالم والذين منعوا حتى من أن يأكلوا اللقمة الهانية ويشربوا الماء النظيف بسبب منع العدوان الصهيوني لوصول المساعدات الإنسانية فإننا نحن أطفال اليمن نعلن تضامننا الكامل مع أطفال فلسطين ومع منظمات الأنرى ومدارسها ونطالب بعودتها للعمل الميداني على أرض غزة وندعمها لمواصلة عملها الإنساني والتعليمي تجاه غزة وأطفال غزة وندعو مرة أخرى الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها والقيام بدورها الإنساني ونحملها المسؤولية الكاملة عن استمرار المعاناة القاسية والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أطفال غزة بمن فيهم الأجنة والرضع وكل الأطفال والنساء والنساء حسبنا ونعم الوكس إلى ذلك طلب أطفال مارب الضمير الإنساني الدولي بإنقاذ أطفال غزة من جرائم الاحتلال المستمرة منذ عام كامل وجدد الأطفال تضامنهم الكامل مع أطفال وطلاب القطاع الذين تعرضوا لحرب إبادة نأتي متظاهرين مع إخواننا وأخواتنا وأماتنا وأبائنا الذين في غزة الذين يعانون من انتهاكات الحقوق وتدمير البيوت وتدمير كل ممتلكاتهم ورسالتي إلى إخواني وأماتي وأبائي في غزة أن أسمدوا وصابروا ورابطوا فإن هناك نصر قريب ورسالتي للعدوان الصهيوني أخرجوا لا ميال لكم اليوم نشاهد ما يعاني إخواننا والطلاب في مدارس غزة وفي غزة بشكل عام ونشاهد التهجير والقاتل والدماء الذي تسبك في غزة والأطفال الذي يموتوا جوع وقصر وقاتل وتشريد طالب العالم بأن يكفوا إلى صفهم أطفال غزة إنهم يستألمون ونحن لا نعمل إشيء وإن شاء الله غزة ستتحرر ونحن لازم نوقف مع أطفال غزة ونسعد المبنيات والمستشفيات إنهم يتألمون قال رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر إن عملية طوفان الأقصى جاءت نتيجة طبيعية لاعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى وسرقت الأراضي واستمرار فرض الحصار على قطاع غزة وممارسة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني وأشاد الشيخ حميد الأحمر في تصريح بصمود أهالي غزة رغم الهجمة الوحشية وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال عبر آلة الدمار والقتل المدعومة من الولايات المتحدة والدول الغربية وقال الشيخ حميد الأحمر إن استمرار حرب الإبادة دليل واضح على إخفاق مؤسسات المجتمع الدولي وتواطئ الدول الكبرى مع الاحتلال وتمكينه من الاستمرار في التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني وأوضح الشيخ حميد الأحمر إنه بعد مرور عام على الإبادة سقطت الأقنعة وفضحت الازدواجية الغربية وكذب قيمها مؤكدا أن المقاومة حق مكفول للشعب الفلسطيني داعيا جميع مكونات الأمة وأحرار العالم لدعم الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال ووجه الشيخ حميد الشكر لجميع الدول والجهة التي دعمت الشعب الفلسطيني وعملت على تجريم الاحتلال وملاحقة قادته على جرائمه وخاصة دولة جنوب أفريقيا لم يكن السابع من أكتوبر ترفا استعراضيا بل كان طوفانا ثوريا اقتضته جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الأرض والشعب والمقدسات وعلى وقع الطوفان سقطت أقنعة وتكشفت حقائق وظهر زيف القيم الغربية والاستغلال الإيراني المقيد مزيد من المقاربة في التقرير التالي يوم من الدهر غير تاريخ أمة من المحيط إلى البحر ذلك هو السابع أكتوبر يوم الطوفان الكاشف الذي كشفها شاشة الكيان الصهيوني الذي أوشك بنيانه على التداعي لو لا تداعي الغرب كله ليمده بأسباب البقاء ويمنحه السك غفران يخوله سفك ما يشاء من الدماء الطوفان الكاشف احتفى ويحتفي به اليمنيون بطريقة تختلف عن احتفال الجميع وتعاطي الكل غير أنه على النقيذ من ما قد يبدو من أن ميليشي إيران فرحت أو تحتفي بالطوفان فإن الحقيقة أن إيران وميليشياتها استثمرت الطوفان لكنها لم تكن ولن تكون ضمن سياق معركته الحقيقية فلإيران مشروعها الخاص ومعركتها الخاصة ولأجل هدفها الخاص يمكن لها أن تستثمر حتى الطوفان وقضية غزة الاحتفاء الفعلي بالطوفان تتجلى مظاهره لدى الشعب اليمني الذي كشف له الطوفان الكاشف الحقيقة التي تخاف من انكشافها الكيانات العنصرية كالصهيونية والخمينية والحوثية حقيقة أن الكيانات العنصرية مهما تظاهرت بالقوة فإنها بنيت على شفا جرف هار وبمجرد انطلاق فعل شعبي حقيقي ستنهار وأن كل قوتها التي تستعرض بها لن تصمد أمام إرادة من ضاقوا درعها بظلمها حين يطلقون طوفان غضبهم بوجهها ولأن المليشة الحوثية اعتادت ضمن مشروع داعمها أن تهرب للأمام وأن تستثمر في كل قضية هربت من انكشاف ضعفها على ضوء الطوفان فذهبت نحو تبني مناصرة الطوفان كي تضمن أن لا يجرفها طوفان الشعب اليمني الغاضب من الحوثي وإيران وكي تستثمر ادعاءاتها لتشدد قبضتها على الشعب الذي تراه العدو المؤكد لها الشعب الذي أمعنت المليشة في الضغط عليه فلم يبقى أمامه سوى الانفجار كالبركان أو الاندفاع كالطوفان وحينها لا عاصمة لمليشة إيران نظم نادي السد الرياضي في محافظة مارب الماراثون المفتوح بمناسبة ذكرى طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر وانطلق الماراثون من جولة ميلانو حتى جولة القردع وسط المدينة متابع نظم نادي السد الرياضي الثكافي في مدينة مارب الماراثون الرياضي المفتوح الضوفان الأقصى الذي تزامنا مع السابع من أكتوبر ذكرى انطلاق عمليات طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلية هذا الماراثون يأتي إحياء لذكرى السابع من أكتوبر الذي قام به إخواننا في غزة والذين من خلاله رفعوا كرامة وشرف الأمة الإسلامية بالكامل انطلق الماراثون من جولة ميلانو مرورا بجولة المؤسسة وانتهاءا عند جولة القردعي حيث عبر المشاركون أن هذا السباق البسيط هو تعبير رمزيا لدعم غزة وفلسطين تم اليوم تنفيذ ماراثون بالتنسيق مع لجنة الفعاليات الماراثون هذا هو أقل ما نقدمه لإخواننا مناصرة متأييدة لهم في غزة في يوم الانطلاق أو يوم الذكرى الأولى من انطلاق طوفان الأقصى فهذا كان مبادرة من شباب نادي السد ولجنة الفعاليات وأكد منظم الماراثون على أهمية الوقوف مع القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة التي تستهدف المدنيين العزلة نحن شاركنا في الماراثون لأجل طوفان الأقصى ولأجلنا نحيا الذكرى السبعة وأكتوبر وذلك يعني أجينا نشارك فأجينا والأغلبية شاركوا وكان يعني مشاركة حلوة والترتيب كان مميز فنحن شاركنا وما في عنا الأسباب يعني دينا مجهود المقصد منه هذا كله إن نحنا نحيا الذكرى السابعة من أكتوبر الذي كانت لنا يعني يوم نصر وعزيمة وإصرار وفي ختام الماراثون كرم الفائزون الذين شددوا على أن دعم القضية الفلسطينية واجب أخلاقي وإنساني يجب الاستمرار فيه في كل المحافلة حتى يتحقق تحرير القدس وفلسطين فحث وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري اليوم مع أمين التحالف الإسلامي العسكرية لمحاربة الإرهاب اللواء طيار ركن محمد المغيدي تعزيز التعاون المشترك بين اليمن والتحالف وأكد وزير الدفاع خلال زيارته إلى مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالعاصمة السعودية الرياض على أهمية محاربة الإرهاب الذي عانت وما زالت تعاني منه كثير من البلدان من بينها اليمن وعشد الفريق الداعري بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة من خلال إنشاء هذا التحالف ودعمه ليكون له إسهامات فاعلة في مكافحة الإرهاب واجتثاثه وتجفيف منابعه من جهته أوضح اللواء المغيدي أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة متكاملة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وجعل جهود محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية نزعت فرق مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان ألفا وخمسمائة وتسعة وسبعين لغما وذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الماضي وأوضح مشروع مسام في تقريره الأسبوعي أن فرقه نزعت منذ انطلاقة المشروع في أواخر يونيو 2018 أربعمائة وخمسة وستين ألفا ومائتين وواحد وخمسين لغما وذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران زرغت مئات الآلاف من الألغام في طرقات ومزارع ومنازل المواطنين أدى انفجار بعضها إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال نظم لواء الصمود حرس حدود في محافظة الجوف احتفالا وعرضا عسكريا لوحدات رمزية من منتسبي اللواء بمناسبة الدكرة الثانية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والدكرة الحادية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر الخالدتين وذلك بحضور قائد اللواء العميد جميل المعالم وأركان حرب اللواء ورئيس عمليات اللواء ومدير المركز التدريبي التابع لمركز العمليات المشتركة 1501 العقيد وليد السمندر وهنأ قائد اللواء العميد جميل المعالم هنأ القيادة السياسية والعسكرية وجميع أبناء الشعب اليمنية بهذه المناسبة الثورية العظيمة التي أسقطت الحكم الإمامي الكهنوثي البغيض وطردت المحتل الأجنبي إلى غير رجعة وأعلنت قيام الجمهورية القائمة على الحرية والمواطنة المتساوية أشهد سفير اليمن وعميد السلك الدبلوماسي العربي في ماليزيا الدكتور رادل با حميد بالجهود الكبيرة التي بذلها شباب الجالية اليمنية واتحاد الطلبة وفرق الإعداد لتقديم الصورة المشرقة لليمن وأكد با حميد أن اليمنيين في المهجر يعتزون بوطنهم وهويتهم وجمهوريتهم وثورتهم رغم البعد الجغرافي مشيرا إلى أن ذكرى الثورة اليمنية السادس والعشر من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر تمثل محطة لتجديد العهد بالوفاء لتضحيات الشهداء والجرحة والاستمرار في تحقيق أهداف الثورة وأشار با حميد إلى أن استمرار الثورة ضد الاستبداد والكهنوث هو السبيل لاستعادة ما تبقى من الوطن وبناء مستقبل أفضل نظمت دائرة الطلاب في التجمع اليمني للإصلاح بسيئون أمسية شبابية بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية وكذا الذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس الحزب الشباب هم فتية اليوم ونهضة المجتمع ومستقبله المشرق نظم القطاع الطلابي بالتجمع اليمني للإصلاح بمدرية سيئون أمسية فنية تزامنا مع ذكرى أعياد الثورات اليمنية والذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح فالإصلاح يولي الشباب اهتماما خاصا لامتلاقهم القدرات المختلفة في بناء الأوطان بسواعدهم الفتية التجمع علم الإصلاح جعل اهتماما خاصا بالشباب واهتم بهم علميا ومهاريا وفكريا ولذلك نجد أن الشباب هم اليوم هم حماة هذا الوطن وهم من يرعون نهضة وفكر هذا الوطن فالحمد لله الإصلاح يمثل شبابه نسبة عالية فيه كما أنه يديره في منظماته ومؤسساته ومختلف مجالاته هم الشباب الأمسية الشبابية تنوعت فقراتها وتعددت فيها قيم الإبداع في مختلف المجالات وهو ما يؤكد على دور محوري في نهضة المجتمع وتقدمه ويعكس التزام الإصلاح بدعمهم وتمكنهم في مختلف المجالات لينيروا دروب الخير وزرع قيم الفضيلة معا هذه الأمسية تعتبر من النشاطات التي تقوم بها دارة التجمع اليمني لإصلاح دارة الطلاب وهذا يدل على أن الإصلاح لا زال وما زال متمسكا بهداف الثورة المجيدة وأيضا لا زال وسيظل متمسكا بهدافه من أجل تغليب مصلحة الوطن على مصلحة الحزب وطبعا الحزب التجمع اليمني للإصلاح قدم الغالي والنفيس من أجل هذا الوطن افتتاح معرض الصور لتوضيح للجيل الحاضر أهداف الثورات اليمنية والتضحيات التي خاضها اليمنيون لنيل الحرية والكرامة إضافة إلى عرض الصور لانطلاق مسيرة الإصلاح في وادي حضر موت ومرورها بمراحلها المختلفة والإشادة برموزها المؤسسين والمفقودين إضافة إلى تعزيز الوعي بالقضايا الإسلامية والمصيرية وفي مقدمتها قضية فلسطين يحتوي المعرض على تعريب الثورتين الرابع عشر من أكتوبر والسالس والعشرين من سبتمبر وأيضا على مسيرة الإصلاح في حضر موت وخصيصا في وادي حضر موت أيضا يحدو على التعريف بقادات الإصلاحية المتوفة والتي لا زالت مخفية حاليا عند جماعة الحوثي الإرهابية لم تعد المناشط الشبابية في ذكرى تأسيس الإصلاح مجرد فقرات عابرة بل تأكيدا على دعمهم وإشراكهم في بناء مستقبل البلد وتحقيق طموحهم وتطلعاتهم وإعادة بناء اليمن الكبير فهم برماده قناة سهين سيئون أقام التجمع اليمني للإصلاح في منطقة جو العبر بمحافظة مارب حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة الدكرة الثانية والستين لثورة السادس والعشر من سبتمبر المجيدة والدكرة الحادية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر الخالدة والدكرة الرابعة والثلاثين لتأسيس الحزب وأكد المشاركون في الحفل أن صمود الثوار في شمار البلاد مثل نقطة انطلاق لثوار جنوب الوطن للتخلص من الاستبداد والاستعمار وجدد المشاركون في الحفل السير على درب الثوار في الكفاح والنضال حتى استعادة كافة المؤسسات وتحرير اليمن من المشروع الإمامي الجديد حقيقة أن التجمع اليمن للإصلاح هو الرافعة لليمن إن شاء الله تعالى وسيظل بإذن الله تعالى وهو الذي قدم أغلى ما يملك من قياداته وأفراده ومواليه ولا زال يقدم وهو الأمل بعد الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أمة اليمن والناس يعولون عليه كثير على التجمع اليمن الإصلاح وعلى منتسبيه نحتفل بذكرات أسيس التجمع اليمن الإصلاح وتأتي علينا الأعياد الوطنية السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر الثورات المجيدة التي أعادت لليمن مجده وأعادت لليمن عزته وشموخه اليوم في التجمع اليمن الإصلاح في محافظة مارب من ديرية الوادي نحتفل بالعيد الثاني والستين لعيد ستة وعشرين سبتمبر تنين وستين وواحد وستين لأربعة عشر أكتوبر الذي كانت ستة وعشرين سبتمبر كانت ضد الإمامية وتحققت بعدها الجمهورية النظام الجمهوري وأبادت النظام الإمامي وأربعة عشر أكتوبر التي أخرجت الاستعمار البريطاني من محافظة عدن ومن الجنوب بشكل عام اليوم في محافظة مارب نجني ثمار ما قدمه الشهداء والجرحاء ميليشيا الحوثي بدفن دفعة جديدة من الجثث مجهولة الهوية في محافظة صعدة وصى شكوك حقوقية بحدوث تصفيات داخل معتقلاتها وتحدثت وسائل إعلام عن دفن نحو ستين جثث مجهولة الهوية في محافظة صعدة تحت إشراف النيابة الخاضعة للسيطرة الحوثية المسلحة ولم يستبعد ناشطون حقوقيون أن تكون الجثث لمدنيين مختطفين قتلوا تحت التعذيب في سجون الجماعة أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها القاطع لمثول الصحفيين أمام محاكم استثنائية خاصة بالإرهاب في قضايا متعلقة بالنشر وذلك عقب قرار المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن باستدعاء عدد من الصحفيين والنشطاء من بينهم الصحفي عبد العزيز المجيد للمثول أمامها ضمن قضية مقتل العميد عدنان الحمادي بتهمة التحريض وقالت النقابة في بيان إن توجيه تهم نشر للصحفيين واعتبارها جزءا من تشكيل إجرامي يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا جسيما لسمعة ونزاهة القضاء وأوضحت النقابة أن هذا الإجراء يشكل تهديدا لمسار العدالة في قضية تهم الرأي العام خاصة مع التأثير الكبير الذي أحدثته واقعة اغتيال القائد العسكري والشخصية الوطنية عدنان الحمادي على المستويات الشعبية شيع اليوم بمحافظة مارب جثمان عليا عبدالله الصوفي والدة الشهيد القائد الفريق عبدالرب الشداذي المشيعون أكدوا بأن الفقيدة تمثلت نموذجا في الصبر والفداء والتضحية وقدمت أبناءها وعددا من أحفادها في سبيل الذود عن الوطن وكرامته وكانت مثالا للأم المناضلة والصابرة وسطرت تاريخا من الكفاح والنضال بعد أن قدمت ما تجود به من فلذات أكبادها وأشهد المشيعون بالدور الذي لعبته كأم في تربية أبنائها وأحفادها على حب الوطن والدفاع عنه حتى نالوا الشهادة لتلتحق بهم اليوم تزامنا مع الذكرى الثامنة لاستشهاد الفريق عبدالرب الشداذي البطل الجمهوري الذي كتب تاريخا جديدا للنضال ضد الإمامة الجديدة نشيع جثمان الوالدة العلياء الصوفي رحمه الله تعالى وقت تشهيد الوالدة عبدالرب الشداذي رحمه الله ويصادف هذا هو يوم الذكرى الثامنة لاستشهاده رحمه الله تعالى وله كان لا يخفى على أحد تضحياته وما قدمه يكفيه بأنه كان هو مؤسس جمهوري الثاني وهو مؤسس جنش الوطني صلى الله عليه وسلم تغمدهم باسع رحمته وأن يلهمنا ويلهم أهلا وذوي الصبر والسلوان وإن الله وإن الله رجل اليوم نودع والدتنا ووالدة الشهيد والشهداء رحمة الله عليها وعلى الشهداء إلى مثواها الأخير ولا يسعنا أن نقول إلا حول ولغة الله بالله وإن الله وإن الله رجل في ظل الاحتفالات الوطنية بذكرى الثورات اليمنية ومكتسباتها نظمت السفارة اليمنية بالرياض حفلا تكريميا للطلاب المغتربين الذين اجتازوا برنامج الحساب الدهني وقد شهد الحفل إشادات بجهود الطلاب المتميزين وتأكيدا على أهمية التعليم في بناء الأجيال المستقبلية في إطار احتفالات اليمن بذكرى سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر نظمت السفارة اليمنية في الرياض حفلا تكريميا للطلاب اليمنيين المغتربين الذين اجتازوا برنامج الحساب الدهني ويأتي هذا الحدث في سياق دعم التعليم وتعزيز التفوق الأكاديمي في صفوف الشباب اليمني حيث شهد الحفل حضور عدد من المسؤولين وأولياء الأمور ويهدف إلى تشجيع الطلاب المغتربين وتحفيزهم على مواصلة النجاح في مسيرتهم التعليمية وعبر الطلاب المشاركون عن مشاعرهم وأهمية البرنامج في مسيرتهم العلمية وعن شكرهم للسفارة اليمنية للدعم والتشجيع المستمر الحمد لله سطعنا اليوم أن نكرم الدفعة الأولى لحساب الدهني عبر المنصة الإلكترونية التي كانت لها سبق في دخول هذه المنصة وكان اليوم التكريم من قبل السفارة في المملكة العربية السعودية نقف فخر واعتزاز واعجاب بهؤلاء الطلاب الذين استطاعوا بدعم أولياء أمورهم وبحماسهم أن يستكملوا هذه المراحل وإن شاء الله نحن الآن نعمل جاهدين إلى إشراكهم في البطولة الدولية والبطولة العالمية تعلمت أشياء كثيرة مع عواب الخضر في المنصة وأشياء كثيرة ودرست أربع مستويات أخوات الخمسة وأخوات العشرة والمكملات وأشياء كثيرة تعلمت الحساب الذهنى عبر المنصة الإلكترونية وصار عنده رياضي أسهل مادة قل ما أدخل العبقر الزغير شفت العباقرة كانوا يحسبون وبعدا قلت كيف يحسبون بعدا أدخل العبقر الزغير وبعدا صار عنده مادة الرياضية أسهل مادة اشتراكي في هذه الدورة أثر كثيرا في مستويه الدراسي صرت متفوقة في دراسي وزاد عندي التركيز وخلاني خلت ذاكرتي أقوى أربعة زايدين أقسر أربعة زايدين واحد زايدين مئة جواب مئة زايدين مئة جواب وخلال الحفل تم تسليط الضوء على أهمية التعليم في بناء مستقبل أفضل حيث أشار المنظمون لهذا التكريم إلى أن هذه المبادرات تعزز من روح الانتماء والفخر لدى الطلاب المقتربين وتعكس اهتمام ودعم سفارة بلادنا في الاحتفاء والاهتمام بمثل هؤلاء الكوادر الطلابية لمواصلة مسيرتهم وتميزهم أعتقد أن الاحتفالية مهمة أولا لأنها تشجع الطلاب على الاستمرار في التفوق العلمي وتحقيق المزيد من الانجازات وأيضا أن التكريم أن يأتي من السفارة اليمنية لأبنائها الطلاب الأبناء الجالية اليمنية في المملكة فهو يعزز العلاقة بين الطلاب وبين وطنهم دور السفارة هو دور معزز وأيضا يقوم بعملية ربط بين المقترب اليمني وأبناء أيضا وبين الوطن وفي ظل الأجواء الاحتفالية يأتي دور أولياء الأمور الذين يعتبرون جزءا أساسيا من دعم أبنائهم في مسيرتهم التعليمية وجزءا رئيسيا لنجاحاتهم المستمرة والذين عبروا عن شكرهم لمبادرة السفارة اليمنية بدعم وتشجيع الطلاب المتميزين أشكر السفارة اليمنية على إقامة المهرجان والاحتفال وكان شيء جيد ومميز تشقيع لأبناء الأطفال وكان محفزا لهم برنامج الحساب الذهني يعني أستفادوا من الطلاب ما شاء الله تبارك الله وأتفوقوا في جميع المواد بهذا التكريم تؤكد السفارة اليمنية على أهمية العلم كوسيلة لمواجهة التحديات وتشجع جميع الطلاب على الاستمرار في تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم فالتعليم هو السلاح الأقوى لبناء مستقبل مشرق لليمن نافع الأصاب لقناة سهيل من سفارة اليمن الرياض انتشرت مؤخرا الكلاب الضالة في تعز بشكل كبير وهو ما أثار الرعب لدى سكان المدينة ويطالب المواطنون السلطة المحلية بوضع حد لتكاثر الكلاب الضالة الذين أصبحوا يهددون الوضع في المدينة رعب يترصد السكان بكل الشوارع والأحياء لا يتحمله الصغار ولا الكبار بعد أن تحولت أحياؤهم السكنية إلى غابة مليئة بالكلاب الضالة المفترسة فقد ازدادت أعدادها بشكل كبير جدا مما جعل المواطنين يقلقون على أطفالهم عند ذهابهم للمدارس صباحا أو العودة منها أو حتى عند كل خروج والله الكلاب الضالة في محافظة تعز صباحات تشكل خطر كبير على المجتمع وانتشرت بشكل كبير جدا في جميع أزقة وشوارع المحافظة هناك خطر كبير يهدد حياة الأطفال الصغار خصوصا مع بداية العام الدراسي القديد هناك كلاب لا تعد ولا تحصى وأتتنا شكاوي من كثير من الحارات من الأمهات من الآبا طبعا ما في يدنا شيء الموضوع كله يرجع إلى المحافظة ممثلة بمكتب الصحة مكتب الزراعة مكتب البيئة النظفة والتحسين هؤلاء الأربع الخطوط هم المعنيين بمكافحة الكلاب الضالة قصور ملحوظ في مكافحة الكلاب خلال السنوات الأخيرة من قبل الجهات المختصة ففور حلول المساء تصلح الأحياء السكنية ميدانا مفتوحا لعشرات الكلاب الضالة ويخاف حتى الكبار من السير بالحارات نظرا لخطورتها وأعدادها المهولة فصندوق النظافة والتحسين يقول بأنهم نفذوا حملة واحدة خلال تسع سنوات قضي فيها على ما يقرب من 1500 منها لكن أعدادها الآن يفوق كل التوقعات انتهت السنة السابقة 23 قفلنا على ما يقارب 800 وكسور حالة عم بينما حالة وفاة بالنسبة لـ 2024 إلى الآن الحصيات تشير إلى 400 إلى 500 حالة عم وفيات حالة كانت في حيس وصلت لعندنا في المراحل الأخيرة جماعات وعصابات وخوف وإقلاق بكل الأحياء ومئات الحالات وصلت إلى المستشفى والمجتمع يستنجد ويعتقد أن التخلص من الكلاب مقدما على كل شيء لسلامة السكان ولكن لا مجيب النشرة انتهت وهذا تذكير بأهم عنوينها عضو مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي يؤكد أن نصر السادس من أكتوبر مثل محطة خاردة استعادت فيها الأمة العربية كرامتها مسيرة حاشدة في تعز تشهد بالصمود الأسطوري لأبطال غزة طيلة عام كامل من النظال عرض عسكري في الجوف احتفاء بعيدين السادس والعشر من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر الجالية واتحاد الطلب اليمنيين في ماليزيا يختتمان فعاليات الاحتفاء بأعياد التورة اليمنية وزير الدفاع يبحث مع أمين التحالف الإسلامي العسكرية لمحاربة الإرهاب تعزيز التعاون المشترك مشروع مسام ينتزع ألفا وخمسمائة وتسعة وسبعين لغما حوثيا خلال أسبوع في عدة محافظة في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر